نحو 74 عاما عشها لبنان من عمره الاستقلالي في ظل صراعات اقليمية وحروب اهلية ونزاعات طائفية ما زالت تلقي بظلالها على المشهد الحالي حيث يحتفل اللبنانيون بعيد الاستقلال وانتهاء الانتداب الفرنسي في وقت يجدون فيه سيادة بلدهم مهددة بجداول اعمال دول اخرى تريد بسطى سيطرتها لزعزعة امن واستقرار المنطقة العربية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري خلال زيارته للقاهرة عقد جلسة مباحثات مع رئيس اسيسي الذي اكد حرص مصر على توافق الاطراف اللبنانية ورفض اي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية للبنان هذا الحديث كان مبني على استقرار لبنان وعلى ضرورة انه نحن كلبنانيين وفي المنطقة انه يكون فيني وخاصة في لبنان يكون في نأي بالنفس عن كل السياسات اللي الاخليمية يعني فانا بشكر مصر على دعمها وسط اجراءات امنية مشددة وصل سعد الحريري الى بيروت للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال حيث توجه مباشرة الى ضريح والده رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في وسط بيروت في الرابع عشر من فبراير من عام 2005 كان مناصر الحريري قد استبقوا وصوله بتسير مواكب في شوارع بيروت وتنظيم تجمعات في احياء عدة للاحتفال بعودته وفي خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال قال الرئيس اللبناني مشيرعون ان الازمة التي شكلتها استقالة الحريري والتي لم يقبلها رسميا لم تكن قضية عابرة لانها شكلت للحكم والشعب اللبناني اختبارا وطنيا صادما تأتي الازمة الحكومية الاخيرة والاشكالية التي احطتها وصحيح انها عبرت الا انها قطعا لم تكن قضية عابرة لانها شكلت للحكم والشعب اللبناني اختبارا صادما وتحديا بحجم القضايا الوطنية الكبرى يستحيل اغفالها والسكوت عنها وفقا لمراقبين كثيرين يأتي عيد الاستقلال هذا العام في ظل اوضاع متأزمة قد تصف بلبنان وقد تطيح بمفهوم الاستقلال والسيادة